بسم الله الرحمن الرحيم ما تتعرض له غزة هذه الأيام من ذبح وقصف وتدمير يفوق نكبة الثمن واربعين ويفوق مجازر ست وخمسين ويفوق هزيمة السبع وستين يفوق حصار بيروت الثين وثمانين ويفوق الحروب على غزة سنة 2009 و2012 و2014 وسنة 2021 من لن تحركه جريمة مستشفى المعمداني لن تحركه جباله ولن يحركه ما هو قادم لا أحد قادر على استعاب فضاعة ما يحدث لقد عجزنا حتى عن الكلام ما يحدث في غزة مستحيل فوق طاقتنا نحن المتابعين فما هو حال من يعيش هناك يا الله ما كل هذا القهر والعجز الذي حل بنا ما كل هذا الحزن الذي تعيشه فلسطين وأهلها اثنين ونصف مليون إنسان في قطاع غزة كسروا حصار العجز والمستحيل وخرجوا لمواجهة حلف الناتو وحدهم بينما أربعمائة مليون عربي ما زالوا ينتظرون خلف جدران العجز والتردد والخوف مخيم جبالي الذي تساقطت عليه الصواريخ الأمريكية الإسرائيلية والمخيم الأكثر اكتظاظا في العالم كله أكثر من أربعمائة شهيد وجريح في غارة إسرائيلية على مربع واحد في المخيم إطلاق اليد لإسرائيل لارتكاب جرائم دون مساءلة يقول لنا في أي عالم نحن نعيش غزة أصبحت مقبرة لألاف الأطفال لم تكن الصورة أبدا أكثر وضوحة من الآن الذي لا يستطيع أن يرى الآن لن يرى أبدا اللهم قد بلغت القلوب الحناجر وبلغ الأمر مداه وأنت أعلم بحال عبادك اللهم نصرك الذي وعدت على المجرمين الصهاين المعتدين الآثمين